بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الأمن والدفاع اللجنة العليا للطوارئ الصحية بيان بناء على متابعة انتشار فيروس كورونا 19 المستجد وجداول مستويات التعامل مع انتشار المرض فقد ظلت وزارة الصحة ترصد حالات الإصابة بالفيروس بالسوداء والتي تمثلت في الآتي ألف مصاب سوداني توفي إلى رحمة مولاه بأ أجنبي تأكد بعض الفحص إصابته بالفيروس جيم هناك عدد 17 حالة اشتباه تحت المراقبة والمتابعة مواطنين الأعزاء نعلم جميعا بأنه لا يوجد علاج لهذا الوباء ولا لقاح ولا تطعيم والعلاج الوحيد هو منع التجمعات والالتزام بالبقاء بالمنازل عليه نعلن الآتي واحد حظر التجوال في جميع مدن السودان من الساعة السامنة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتبارا من يوم غد السلساء 24 مارس 2020 اثنين إيقاف البصات السفرية السياحية من وإلى ولايات السودان المختلفة اعتبارا من يوم الخميس 26 مارس 2020 الساعة السادسة مساءً على المواطنين الكرام الالتزام بالإرشادات الصحية والأمنية التي تصدر على مدار الساعة من كافة الأجهزة الإعلامية والله الموفق اشتركوا في القناة